رغم الاعتراضات المتكررة أمام المسؤولين عن وجود تجاوزات ملحوظة للعيان أثناء تنفيذ مشروع جسر منطقة بطنة في مدينة الصلط لم تشفع لمأمون اعتراضاته لذرء الخطر عن بيته وأسرته التي فاجأهم بسقوط أجزاء كبيرة من السور الذي خلف أضرارا جسيمة في المنزل وعلى ساكنه مشاكل أوليش على أساسات البيت على كمانة الشقوقات الحكومة الأمامية كاملة اتدمرت عندي أنا الآن بدي أركز على قضية مهمة أخي العزيز اللي هي أنا قاعد بخاطب الشركة المنفذة اللي أعطوني أرقامهم أمام وزير الأشغال وأمام الأمين النعام وأمام المحافظة أمام المتصرف وصاروا يعطوني بطولات وشو البدك إياه واخذ البدك إياه والتعويض البدك إياه ركز على هاي الجملة الآن مقفلين يا تلفوناتهم يا إما ما بردوا علي واحد منهم اللي هو مسؤول عن هذا المشروع قاعدت أدق عليه من 25 تلفون ما رد علي فلذلك أنا التجات للقضاء وأنا مرتي الآن في المستشفى ومتضرر نفسيا ورافع عليهم قضية باسمي وباسم زوجتي مشروع جسر بطنة والذي بلغ تكلفته 25 مليون دينار والذي يعتبر من ضمن المشاريع المركزية التي تتبع لوزارة الأشغال العامة والتي تنفذ في محافظة البلقاء عبر عطاء أحيل على شركة منفذة له والذي يربط مدينة الصلد بمنطقة بطنة مشروع لم يتحمل وجود ثقة للحفارة التي كانت تعمل على ظهره مما أدى إلى أضرار بليغة في السور الاستنادي الذي يدعم هيكل الجسر هذا المشروع للأسف الشديد هو مشروع مركزي غير مسؤولين عنه إحنا في مجلس محافظة البلقاء وكان مدته قبل أربع سنين هناك شكاوى كثيرة من إطالة مدة هذا المشروع هناك شكاوى كثيرة من عدم الجدية في العمل هناك مشاكل كثيرة على هذه الإنجازات تضرر كثير من الناس وزير الأشغال العام الذي زار بدوره الموقع اطلع على تفاصيل الحادث وأوعز بتشكيل لجنة متخصصة وأخذ عينات من قبل الجمعية العلمية الملكية للوقوف والتبين من مدى جاهزية الجسر لتحمل العمل عليه كما أوعز بإيقاف الشركة المنفذة للمشروع حتى يتم التوصل للنتائج النهائية التي ستظهر خلال أسبوعين